غيم بكفي أمدخان هذا ابتداء رسو صاريتي على شط وأول ما أهش بنرجس أو أستظل بزعفران عاد الشاعر ليرتب أوجاعه وحيدا إلا من أسرته ومحبيه الذين أطلقوا نداء إنسانيا عاجلا للالتفات إلى ما يمر به الشاعر والأذيب عبد الودود سيف عبد الودود سيف الشاعر الذي قيل إن قصائده شكلت فتحا جديدا لشعر الحداثة في اليمن يعيش أوجاعه كأي محارب خذله وطنه وتركه على فراش المرض في منزله بصنعاء بعد إصابته بجلطة ثانية ينام عبد الودود في منزله معلنا عجزه عن السفر لتلقي العلاج حيث لا حكومة تقوم بإرساله ولا اتحاد أدباء ولا صوت ممن عبر عنهم عبد الودود في كل أعماله هذا انتصاف المهرجان هذا صعودي في فراشة نرجس نحوي ومني للوصول إلي أقداح مبددة وناي عاطل وقصاطل تزهو بطول نزيفها وأيائل تعبى وعمر طاعن في الحزن هكذا قال عبد الودود في زفاف الحجارة للبحر ديوانه الأشهر الذي نشره عام 1999 لم يكن عبد الودود لا ديب أو المثقف الوحيد الذي رفعت روحه الراية البيضاء جراء الظروف التي أنتجتها الحرب خلال هذه الأربع السنوات نال أدباء وشعراء اليمن قساوة الحياة ووحشة الزمن الرديء فانقلبوا على أوجاعهم يائسين يسحقون بأيديهم الأمل الذي ربوه طويلا في أحلامهم وكلماتهم أنا ليس لي وطن أفاخر باسمه وأقول حين أراه فليحيى الوطن وطني هو الكلمات والذكرى وبعض من مرارات الشجن بعوه للمستثمرين وللصوص وللحروب ومشت على أشلائه زمر المناصب والمذاهب والفتن أمام هذه الخيبات وقف الشاعر عبد العزيز المقالح قبل أيام وكأنه يحاول أن لا يموت بهذه الكلمات قبل أوانه الأدباء اليمنيون على أبواب المرض والجوع عنوان عريض يحمل بين طياته أوجاعا متعففة ومعاناة حقيقية طالما سكبها الأدباء في قصصهم والشعراء في قصائدهم لكنهم لم يكنوا يتوقعون أن يعيشوها واقعا هم وأولادهم في ظل حكم الآئمة واللصوص اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر